تفاول وحضور مستمر شهدته المدارس الحكومية في ثاني وآخر أيام فعالية اليوم التعريفي هذه الفعالية المهمة التي تجمع بين الأسر والمدرسة لتأسيس قاعدة تربوية وتعليمية صلبة تبدأ من المنزل وتستمر في أروقة المدارس بالنسبة لليوم التعريفي مهم جدا حقنا كأولية أمور بحيث أننا نعرف المدرسة ونشوف المدرسي أساسا ونشوف وش لنا وش علينا واجد مهم أشان أحنا نتعرف على المعلمات والبنات يعرفون يعني وين صفهم وبيكونون في أي فرقة واجد يساعدوننا يعني إذا نجيهني في القطاع التربوي والتعليمي لابد أن تكون الشراكة فعالة بين القطاعات الحكومية والخاصة ومن المهم أن تفعال الشراكات المجتمعية التي تسهم بشكل واضح وكبير في كل عام في تطوير الآليات وتخفيف العبء المالي على الأسر لتخريج أجيال قادرة على الدفع بعجلة التنمية سنتين الحمد لله يعني أكيد نعكس على النبئ يعني شيء إيجابي تخفف من الضغط اللي بتشترينا قبل عم تشترينا على الحين التخفيضات ونشكرهم على هالمبادر اللي عنده أكثر من طالب أكثر من ابن فهذه بالعشر راح تساعد في أن تخفف من معاناة الأولياء الأمور في تحمل أعباء شراء المستلزمات الدراسية وأيضاً راح تدش أيضاً في منظومة كل منظومة التعاون فيما بين الشركات وبين الوزارات الحكومية والشركات الخاصة والشراكة المجتمعية بين أولياء الأمور تعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومي جداً جميل ونتمنى يكون في المرات القادمة هاي شيء جداً مهم يعني وإحنا نأيده بقوة ويعني الواحد يصده أكيد ضغط يعني لأن الوازم تحتاج إلى أن الواحد يعني يأخرها وتكون بكمية كبيرة يعني فتحتاج يعني أن الدعم يكون مهم طبعاً نحن كدنا مجتمع واحد يعني فلازم نكون مشتركين في كل شيء محطات مهمة للعام الدراسي الجديد تم إطلاع أولياء الأمور عليها كالخطط التعليمية والدراسية والأنشطة المدرسية لبدء العام الدراسي من خلال السير على خطط استراتيجية تضمن الوصول إلى الأهداف التربوية والتعليمية إقبال مستمر من قبل أولياء الأمور للمشاركة في اليوم التعريفية الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم لإشراك الأسرة في العملية التعليمية والاستفادة المثلة منها شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر